هجوم مسلح نفذ أفراد ملثمون على مسجل شمال العريش بسيناء وقت صلاة الجمعة أودى بحياة المئات من المصلين بين قتيل وجريح الملفت فيه أن من يسمى بتنظيم الدولة التي تتجه إليه الاتهامات في مثل هذه الأحداث لم يتبنى الأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي خرج على التلفزيون المصري مستبقاً التحقيقات كعادته يهدد ويتوعد الفاعلين برد ساحق وعنيف بل وغاشم كأنه حدد هويتهم مؤكداً أن الرد سيطال من دعم ومول وحرض على هذا الاعتداء إدانات واسعة من دول أوروبية وعربية وإفريقية دعت فيها لاتخاذ ما يكفي من مجهودات للحد من تفشي الظاهرة على نطاق واسع على الصعيد المحلي الرئاسي المقترح يدين الهجوم ويدعو لاقتلاع جذور الإرهاب حكومة الثاني هي الأخرى تطلب وبشكل عاجل من مصر توسيع عملياتها العسكرية في ليبيا استناداً إلى المعاهدة الموقعة بينهما الأمر الذي يثير مخاوف الليبيين فقد تعودوا على قصف مصري للأراضي الليبية على خلفية أي هجوم في مصر ويكون الرد في العادة قصف مدينة درنا التي استعصت على حفتر تساؤلات كثيرة تطرح هل ستربط مصر الهجوم بعناصر إرهابية جاءوا من ليبيا بالرغم من أن سيناء في الشمال الشرقي لمصر ولا يمكن لعناصر مسلحة أن تتحرك من الغرب وتقطع كل التراب المصري لتصل إلى سيناء دون أن تكتشفها مخابراتها ومن سيكون عشماوي سيناء هذه المرة ولماذا تخفق أجهزة الأمن المصرية في معرفة الفاعلين إلا بعد تنفيذ الهجوم